موسيقى قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات صحفية إن القوات المسلحة التركية سترد على أي استفزاز تتعرض له في بحر إيجا في إشارة إلى اليونان التي تتهمها حكومة العدالة والتنمية الحاكم بالقيام بتحركات استفزازية في المنطقة في سياق التهديدات المتواصلة التي تطلقها حكومة العدالة والتنمية ضد جيرانها وخاصة اليونان أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال كلمة ألقاها في قيادة القوات الجوية الثانية بمحافظة أزمير غربي تركيا أن الجيش التركي سيرد على أي استفزاز تتعرض له في بحر إيجا وشدد أكار على ضرورة عدم لجوء أي طرف للاستفزازات والتحريضات في المنطقة مؤكدا أن أي تحركات استفزازية سيتم الرد عليها وكان الوزير التركي قال في تصريحات سابقة أن قوات بلاده المسلحة مستعدة للقيام بأية مهمة تلقى على عاتقها في منطقة بحر إيجا محذرا من إجراء البعض حسابات خاطئة حول تركيا وكان رئيس الوزراء اليوناني أليكسس تيسيبراس قد أدان اللهجة العدائية لتركيا بسبب التوترات بين الطرفين في بحر إيجا مؤكدا أن الاستفزازات ضد بلد عضو في الاتحاد الأوروبي تستهدف كل الاتحاد الأوروبي وفي آذار مارس الماضي اتهمت ليونان جارتها تركيا بتأجيج التوتر في بحر إيجا واتخذت الخارجية اليونانية خطوة قوية ضد تركيا واستدعت السفير التركي للاحتجاج على ما قامت به مقاتلات تركية من اعتراض طائرة رئيس الوزراء اليوناني في أجواء بحر إيجا يشار إلى أن منطقة بحر إيجا تشهد توترا بين تركيا واليونان وتتهم تركيا سفنا وزوارق يونانية بالقيام بتحركات استفزازية في المنطقة في حين تتهم اليونان أنقرى بانتظام بخرق مجالها الجوي والبحري في بحر إيجا والحديث أكثر المشاهدين حول العلاقات التركية اليونانية يسعدني أن أرحب بضيفاي مع من القاهرة دكتور طه علي باحث ومحلل سياسي ومن القاهرة أيضا الأستاذ بهاء محمود مختص في الشؤون الدولية ضيفاي الكرام أهلا بكم على شاشة قناة اليوم أستاذ بهاء مساء الخير أستاذ بهاء مساء الخير أفراني أستاذ بهاء تصريحات عدائية من قبل خلوصي أكار موجهة بشكل مباشر إلى اليونان ما القصة برأيك؟ القصة أن تركيا دائما ما تحاول فرض عداءات لها في المنطقة خصوصا أنها المشكلة الأزارية التي تربطها مع اليونان الخاصة بقبرص اليونانية والجزء التركي لم تحل بعد كما أن اليونان الفترة الماضية لها تعاون واضح مع مصر وقبرص مسألة الغاز وبالتالي هناك تهديدات واضحة للنفوذ التركي في هذه المسألة وتركيا تريد أن تضغط على اليونان لتخرج من هذا التحالف أو من هذا التعاون فتحاول الضغط عليها في هذه المسألة تحديدا كعادة تركيا أنها لا تريد أن توقف حجم العداءات مع الاتحاد الأوروبي عموما ومع أوروبا كلما أردت أوروبا أن تبعد تركيا عن عضواتها أو تصرح أنه لا أمل فتحاول تركيا من وقت الآخر تضغط على كل قوة كل منافذ الضعف أو كل وكأنه يعني المفروض بالعكس لما يكون فيه خلاف أو يكون فيه شيء آخر يجب على تركيا أن تتودد بطريقة دبلوماسية أو تحاول إيجاد طرق لخلق جو اتصال أو تفاؤل لماذا هذه دعنا نقول ردة الفعل العدوانية من قبل تركيا يعني أبسط المحللين يعرف بأنها سيزيد النطين بلا كما يقال للأسف هو مناك تركيا هو يرى أن هذا الأسلوب سوف يعود عليه بالنفع مثالة أسلوب الضغط المباشر على الأطراف الأخرى كي تأتي بالأهداف هو ده وجهة نظر الإدارة تركيا تركيا ترى ذلك كمفيد لسياسة خارجية مفيد لأهدافها لكن على العكس تماما الاتحاد الأوروبي ودوله سواء الدول التي لها جوار مباشر مع تركيا أو الدول الأوروبية عوما لا تستمر هذه السياسة ولا تردخ لها بالعكس مستمرة في رفضها لهذه المسألة من ناحية تركيا سواء الوضع في قبرص أو التحالف والتعاون الخاصة مع مصر واليونان هم مسألة تشاف الغاز وكذلك اختلافهم على الوضع في سوريا كل هذه المسألة تحاول تركيا تضغط عليها لكن لما لا فائدة من ذلك ضيف الملقاهرة أيضا دكتور طه علي ووجه لك التحية مساء الخير دكتور طه دكتور طه بعد التحرش التركي من خلال المقاتلات التركية بطائرة رئيس الوزراء اليوناني الآن نرى تصريح من قبل وزير الدفاع التركي يهدد فيه اليونان بشكل مباشر سألت أنا الأستاذ بهاء محمود ما القصة؟ بوجه نفس السؤال على حضرتك دكتور طه بدي أخذ وجهة نظرك بهذا الموضوع يعني بداية خلينا نقول أن التصرف التركي الأخير بيتصف مع التصرفات الصادقة مسألة التحرش بذورك الذي كذا يعني يقوده وزير الدفاع التركي عفد اليوناني في محاولة الوضع الكليم من الظهور على الجنة إلى آخره وغيرها من الأمثلة التي تعكس رغبة أو سلوك عدواني تركي في جهة ليست سلمان فحظ ولا كبرت فحظ ولكن في جهة كافة القضايا الخارجية والإقليمية التي تنخرج فيها تركيا الملاحظ عليها هذا النهج العدائي ربما ما يفسره تمثلة الإضطرابات الداخلية والإخفاصات التي مونية بها حزب العدالة والتركية بقيادة رجل طيب أردغان وبالتالي هناك من نمازج تفسير العلاقات الدولية ما يعرف بإدارة الأزمات بأزمات كخرى لشغل الرأي العام عن هذه الأزمات أيضا أردغان داخليا يعاني إشكالية من ضغوط متزايدة من الطيارة القومي بقيادة مجدار أغلو الذي دوما كان يطعم في وطنية أردغان بأخباره وطنية ذائفة ويدفعه إلى المزيد من استكاز السنوكيات أكثر حجما ضد الجانب الموناني ويدفعه بأيام بولند أجويد حيث كانت طياران السوركي يحلق فوق الجزر الموناني هنا أردغان يعاني من الأزمة ويحاول أن يبث برسائل مهمة جدا لداخل السوركي بأخبار أنه لا يزال هناك قوة لموقفه خارجيا وبالتالي أنه لا يزال منتكا بزنان الأمور في كافة الأحوال لكن عودم على هذا الإسراب في السنوك العدائي لأردغان نعكد حالة من الإسراب على خلفي سلسلة الترابعات التي من يزيها سواء داخلين أو خارجيا في الفترة الأخيرة أستاذ محمود بالعودة إليك هذه السياسة التركية دائما تخلق حالة عدائية مع محيطها ومع جيرانها بدءا من سوريا مرورا بالعراق الآن اليونان يعني في نهاية المطاف لو تحدثنا قليلا عن الموارد الطبيعية والغاز هل سيكون غاز المتوسط الفتيل الذي يشعل أزمة عسكرية بين اليونان وتركيا في ظل كل ما أشارتم إليه؟ أنا لا أعتقد الأمر قد يصل لمسألة نزاع عسكري لأنه طبعا اليونان عضوا في الاتحاد الأوروبي من جانب وعلى كل الدول الأوروبية وفق لأنظمة الدفاعية الأمنية المشتركة مع دول الاتحاد أن تدفع على اليونان من جانب آخر لن تسمح أي قوة دولية أخرى حليفة للاتحاد الأوروبي أن تسمح بذلك من جانب آخر تركيا لن تستطيع خطوة مثل هذه هذه الخطوة تجعل لها في مرمى نيران دول كثيرة من جانب آخر تركيا عضوا في حلف الناتو الحلف الذي 90% منه اتحاد أوروبي مع فقط دولتان من خارج الاتحاد اللهم تركيا وأولاد التحاد الأمريكية هل حلف الناتو سوف يسمح أن تقوم تركيا بمعادات دوله؟ بالطبع لا طيب في ظل وجود شخص كأردوغان أستاذ بهاء خليني آطعك بسكرة في حالة وجود شخص مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعني الذي غير كل الموازين والمواثيق المتعلقة بموضوع حلف منظومة حلف الناتو هناك نقطة في غاية الأهمية ونقطة خلاف كبيرة الآن بين تركيا وباقي الدول فيما يتعلق بموضوع S400 التي تسعى تركيا جاهدة لاقتنائها من روسيا يعني هذا صحيح سيدي لكن المعضلة الأهم في هذه المسألة هل هناك في فترة سابقة كان في ضربة عسكرية لا يرضى عنها حلف الناتو وجهة الدولة الأوروبية؟ لا هل هناك أي نزاع عسكري يخص حلفاء أوروبا؟ لا هل هناك أي شيء لا ترضى عنه أوروبا في الجنب الأمني والدفاعي؟ طبعا لا حتى مسألة سوريا كانت تتم تحالفات دولية كبرى سواء بوجود روسيا بوجود إيران بوجود أمريكا كما أن الفارة الماضية على مستوى العالم كله هناك نزاعات على مستوى فكرة الحروب بالوكالة وأول أصبح المثال الأهم والأوضح لكن الحروب المباشرة والعودة لما قبل الحرب العالمية الثانية أمر صعب لأن وجود دولة مثل تركيا تنازع اليونان فأنت تستحضر التاريخ مرة أخرى لتجعل حرب العالمية أخرى فلا تركيا هي نفسها تركيا ما قبل الحرب العالمية ولا اليونان موجودة خارج منفردة فهي دم دولة دم اتحاد أوروبي كبير له قواته وله بيوشه وله منظماته حلفاء ولن يسمح أبدا بأي تهديد عسكري على أي دولة من طرفه طيب دكتور طاها علي بالعودة إليك الآن يعني الولايات المتحدة الأمريكية عاقبت تركيا بمنع تصدير طائرات F-35 إليها وهناك تقارير تفيد وتؤكد بأن اليونان تدرس الحصول على مقاتلات F-35 إلى أي مدى ستكون هذه النقطة نقطة دافع للتصعيد في المشهد العسكري بين تركيا واليونان دكتور طاها يعني من غير المستبعد أن يتوصل الجانبان اليوناني والأمريكي إلى طفقة من هذا القبيل باعتبار أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى إحكام الخناق ومحاصلة أردوغان من جافة الجوانب وخاصة إذا معلمنا حساسية الجبهة اليونانية بنسبة لسياسات أردوغان الخارجية باعتبار أنها من ناحية قضية جيوستراتيجية تتصل بالأمن القومي التركي بشكل عام بالإضافة لأنها مسألة اقتصادية يقع أردوغان من خلالها للحصول على موارد في ظل أزمة اقتصادية وعامل منها بشدة كل ذلك من جانب ومن جانب آخر في مواجهة ضغط داخلي زي ما أشرت لحضرتك وخاصة في أعقاب الظروف الأخيرة اللي كلنا عارفنا وبالتالي من غير المستبعد أن يلجأ أردوغان لأحداث حالة من التوازن الاستراتيجي وربما تدعم أوروبا أيضا من اليونان وليس الولايات المتحدة فحسب في هذا المنحة بأصبار أنها كما أشار المتحدث الكريم منذ دقيقتين أن اليونان دولة عدوا في الاتحاد الأوروبي بل أن الأمر لا يستجع من أننا نعود إلى التاريخ القديم ومرحلة الحرب العالمية الأولى ولا الثانية بل حتى أيام الأزمة الاقتصادية التي مرت بها اليونان خلال سنوات قليلة كما جميعنا يعلم كيف احتشب المجتمع الأوروبي لدعم اليونان فما بالك وإن كانت المسألة أمنية في المقام الأول تستصل ببيئة الأمن في البحر المتوسط وما له من أهمية في التجارة العالمية بشكل عام المسألة معقدة للغاية وبالتالي من أجل إحداث حالة من التوازن الاستراتيجي من غير المستبعد بل ومن المتوقع بشدة أن يلجأ دونالد ترامب إلى مثل هذا الزي السفقة وربما أوروبا تدعمه على الجانب الآخر أستاذ بهاء بالعودة إليك الدكتور طه أشار على نقطة في غاية الأهمية موضوع الاقتصاد المتعثر في الداخل التركي هناك من يقول بأن هذه النقطة بالتحديد تفاقم من أزمة أردوغان إن كانت الداخلية وحتى تنعكس على سياسته الخارجية وقد يتهور ويقوم بإعلان أو إنشاء أو شعال فتيه الحرب بين اليونان وتركيا أنا أؤكد على نفس المسألة أنه لا يستطيع أردوغان مهما بلغ حد جنونه وتوتره أن يكون هناك حرب مع أي دولة أوروبية أو أي دولة كبرى لأن في هذه الحالة سوف تكون نهاية حقيقية لتركيا العظمة تركيا الدولة الكبيرة التي لها اقتصاد قوي بصرف نظر عن تراجع الفترة الماضية دولة تاني دولة في الحلف النيتو دولة مؤسرة في الجيوستراتيجية سواء في الجزء الأساوي أو الجزء الأوروبي الكل يعلم تماما أن تركيا علاقتها مهمة مع أوروبا وأن المشكلة الأزالية في عدم قبول تركيا داخل الاتحاد الأوروبي جزء منه هو وجود أردغان وحزبه الإسلامي وتوجهاته على رأس تركيا لكن هذا الأمر في سمة مدخل آخر للفهم العلاقة الغامضة أنه كان جزء من نمو اقتصاد التركي في فترة الفترة يعتمد على المنح والإعانات التي كان يفسدها الاتحاد الأوروبي للاجئين فعندما إلى حد ما تم تخفضها أو توقفت بدأ وأن الاتصاد التركي يتراجع لأنه ليس هناك إصلاحات حقيقية داخل هذا الاتصاد لأنه لو كان هناك إصلاح حقيقي لكنا نرى تقدم في علاقات الأوروبية مع تركيا لأنه من ضمن الأبواب التي اعترض عليها الاتحاد الأوروبي على تركيا هو عدم موجود إصلاح اتصادي حقيقي من ضمن الأصلاحات الأخرى التحول الديمقراطي وحق الإنسان وهكذا وبالتالي أردوغان أعتقد بداخله يريد الضغط على أوروبا في هذه النقطة تحديدا منحاولة لمواصلة اتفاق مارس 2016 حول اللاجئين الذي كان من ضمنه منح تركيا معونات كبيرة مالية يقال أن هذه المعونات دخلت داخل اتصادي التركي ولم تذهب جميعها للاجئين وأنعشت في فترة من فترات تركيا فعندما توقفت مع عدم موجود إصلاح حقيقي داخل الابتصاد بدأ هذا المشهد المتواضع من إدارة أردوغان تكتور طهب العودة إليك هناك من المراقبين من يؤكد بأنه يوجد بعد سياسي في التصريحات التركية فيما يتعلق بموضوع الدول المجاورة لها وموضوع الغاز أيضا الموجود في البحر المتوسط ورد فعل التصعيد التركي دائما خير دليل على ذلك دكتور طهب يعني أنا أتفق مع حضرتك بأكبر أن حجر الزاوية في سياسات تركية الخارجية المتصلة ببيئة البحر المتوسط كلها بتنف بالدور حول مسألة الطاقة والموارد باعتبار أن كلا البلدين تركية واليونان تعانيان من أزمة اقتصادية وكلا يهم في أمس الحاجة لتأمين موارد الغاز في هذه المنطقة التي تقدر احتياطات الغاز فيها بما لا يقل عن 22 ترليون قبل مقعب تقاصمه الدول حوض بحر المتوسط وبالتالي أن البعض الاستصابي حاضر بكوة في كل هذه الأمور أردوغان بدلا من أن يفعى لإحداث حالة توافقية مع الدول التي الدول الشوض البحر المتوسط يعترض على كافة الترتيبات فمثلا على سبيل المتوسط يعترض على اتفاقية تسويس أو ترتيب الحدود التي أبرمت منذ عامين أو ثلاث بين مصر وكبرص يعني يختلف أيضا ويعترض على اتفاقية ترتيب الحدود بين إسرائيل وكبرص وبالتالي الرجل يظل حاضر يعني هي التموح الأردوغاني في المنطقة البحر المتوسط لا يكتصر على الحصول على المعارض بقدر ما يستسع يعني هو الرجل يحلم ليس أكثر باعتبار أنه صاحب السيادة والنفوذة الحقيقي على بيئة البحر المتوسط يعيش في إحلام الإمبراطورية العثمانية وتؤثر تموحاته الشخصية على تركيات السياسة الخارجية وهذا ما يدون تركيا في المقام الأول فأنت لا تستحمل في البحر مرتين تركيا منذ مائة عام ليس فيها تركيا اليوم اليوم هناك تركيبات للأمن الجماعي اليونان عضو في تركيبات محددة في يناير 2018 شكلت مع بعض دول المنطقة الراغبة في إحداث حالة تعاونية ما يعرف من المتدى غاز البحر المتوسط أو غاز شرق المتوسط إذا نظرنا للموضوع بأعتبار أنه مدخل تعاوني ينبغي أن يشمل الجميع سوف لا يكون هناك إشكالات والجميع سوف يكون مستفيد لكن أردوغان بأعتبار أنه جزء من المشاكل وليس جزء من شلولها على الدوام كما عهدنا عليه في توريا في العراقس سياساتهم على الولايات المتحدة هو ريفر في كل مكان بتلاقيه هو جزء من المشكلة وليس جزء من الحال وبالتالي الأزمة يعني زي ما قلت لحضرتك أزمة اقتصادية الغاز ومصادر الصفة هي المحور الأساس فيها بيعززها شخصية أردوغان غير المستقرة على الإطلاق مع هذا الأوليان يعني يبدو دائما البعد الاقتصادي هو المحرك للسياسة الخارجية التركية البعد الاقتصادي يحرك السياسة في كافة الأحوال لكن الأمر يتوقف حضرتك على الاقتراب الذي يتخذه صانع القرار هذا هو اقتراب تعاوني بمنطق كاسب كاسب أو بناء وين وين جيم أم خاسر خاسر في الحالة التركية شو بتصنفها؟ تكتور طاها بالحالة التركية شو بتصنفها؟ نعم بالحالة التركية بتصنفها ايه في الحالة التركية؟ الحالة التركية حالة يعني تسعة يعني حالة تسعى لتجاوز تحقيق المكاسب إلى تجاوز تحقيق نفوز في بيئة البحر المتوسط وأكبر دليل على ذلك السلوكيات أردوغان في سوريا والعراق وحتى اعتراضه على اتفاقيات ترسيم الحدود من مصر وكبره الرجل يتحدث عن إسكانية الغرف الكاري والمياه الإكترانية هو الرجل يتحدث عن نفوز وليس عن مصادر للطاقة أنا أتصور أن هذا السلوك غير التعاوني أو علاقة خاسر خاسر التي يقودها بعيدا عن علاقة وين وينجين أتصور هو الذي يقتصي المقاصلة النهائية بينما تجد مصر وكافة الدول حوض البحر المتوسط خلاص بتنطلق في تحقيق تنمية بلادها على خائط خلفية الاتشافات الغاز والطاقة إلى آخر بدل من أن تكون ضد من تعقيدات الأمور بدل من أن تكون ضد فاعلا وطرفا في معادلة خاسرة فكان من الباب الأولى أن تحافظ على الأمن الإقليمي وتكتب الجميع نعم أستاذ بهاء بالعودة إليك بعدما تفضل به الدكتور طه حقيقة مسألة استغلال الموارد الطبيعية يبدو بأنها ما زالت تمثل حجر الركن أو الأساس كما يقال في تشكيل مسار الخلاف التركي مع محيطها نعم تركيا خلافها الواضح والكبير مع العراق في مسألة المياه والأزمة التي تقودها من وقت الآخر مع العراق وقد تتسبب في عطش العراق من ناحية أخرى لم تكن في هذه المسألة متعاونة مع العراق بل كانت تروج لمسألة التطبيع والعلاقات ومسألة النفط مقابل الماء وهكذا على غرار المعادلة القديمة النفط مقابل الغزاية من ناحية أخرى هي لم تكن طرف متعاون في المسلس القبرص المصري اليوناني لأنها تربطها علاقة عدواتين مع طرفين من المعادلة هي علاقة عدوة سياسية مع مصر ما بعد 2013 واعتراضها على النظام السياسي المصري من جانب آخر هي علاقتها تاريخية سيئة مع القبرص بحكم الانقسام حول قبرص اليونية وقبرص التركية ومن ثم هي طوال الوقت لديها أزمات في استخدام الموارد هي لا تستطيع الموارد للتعاون والتكاون بقدم تستطيع أوراق الضغط على الأطراف الأخرى إما لجادة نفوذها في الإقليم أو في دول الجوار أو على الأقل ضغوط لكي تحصل على مكاسب أخرى في العراق، في سوريا، في الجزء المتوسط الخاص بالسلسل القبرص واليونان ومصر كل هذه القصة في بعد آخر يكملها أن هناك تنافس آخر على مسألة تصدير الغاز لأوروبا فعندما تكون في قوى إقليمية أو أوروبية ومنهم روسيا أيضا تنافس على فكة تصدير الغاز ثم لا تستطيع تركيا أن تكون هي الضلع الأهم فهذه المسألة تمثل ضغوط على تركيا عندما تكون هناك منافسة أخرى ما بين أمريكا وروسيا على السوق الأوروبي للغاز فهذه أوراق ضغط أخرى لذلك هي تحاول أن تستدخل في أكثر المعارك أمناً في أن تنتصر هي لن تستطيع انتصار على معركة أحد طرفها روسيا أو أمريكا لكن تحاول أن تنتصر على الأطراف التي تراها أقل قوة بالنسبة لها سواء كان الطرف الثلاثي الذي ذكرناه أو محاولة حصولها على مكاسب من الأزمة في روسيا خاصة أن سوريا هي أيضا مبشرة في مسألة الغاز لأنها لها في حدودها في بعض الوسط لديها إلى حد ما نقول مستقبل كبير في هذه المسألة وانتشافة في الغاز متوقع وبالتالي أنت نتحدث على أنها طرف خاسر حقيقي في كل هذه المسائل طيب دكتور طه سؤال أخير أختم معك بدقيقة يا ريت لو تعطيني الجواب في ظل كل ما تم ورده وذكره في الحلقة من قبلك ومن قبل الأستاذ بهاء محمود برأيك في نهاية المطاف هل نشهد حربا بين الطرفين أم سيكون هناك تجاوز لكل هذه المشاكل ونقاط الخلاف العالقة يعني ختاما عقل قرارات الحرب دائما لا استألاء مهما كانت رهومة صنع القرار مثل عردوغان أنا أتصور أنه آخر القرار أو الملازل الأخير وهو قرار له شروطه وظروفها الخارجية والداخلية وكلام كثير يطول شرفة في هذه المسألة أنا أتصور أن تصدحات اليوم إنما جاءت في إتار مغازلة لاتجاهات معينة على وهي الطيارة القومي في الداخل التركي أيضا استمرار المسلسل يعني هنقول المناكفات والمناورات ما بين تركيا واليونان ولكن الأمر لم يقل من غير المتوقع عن نفسه إلى كونية حرب في المستقبل ذلك أن مسألة الحروب دائما قرارات موقّدة ولا تتم دموجة تصريحة من هنا أو من هناك نعم ضيفي من القاهرة دكتور طه علي باحث ومحلل سياسي شكرا جزيلا لك على كل الإضاءات وشكرا لك أيضا ضيفي من القاهرة الأستاذ بهاء محمود مختص في الشؤون الدولية شكرا العظم لكم مشاهدين على طيب وحسن كرمتها بعد أمكم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة